اشتركوا في القناة لا تتبع خزعبلات الروايات فقد أمرك الله أن تستخدم عقلك ولا تتبع ما يخالف للعقل بسم الله الرحمن الرحيم فيأخ الكريم لا تتبع خزعبلات الروايات فقد أمرك الله أن تستخدم عقلك ولا تتبع ما يخالف للعقل لأنه حتماً لن يجد له سلطاناً من عند الرحمن لأن سلطان العلم في الكتاب يقبله العقل والمنطق ولذلك قال الله تعالى صدق الله العظيم وأضرب لك على ذلك مثلاً قولهم أن المهدي المنتظر لا ينبغي له أن يقول أنه المهدي المنتظر لأنه أصلاً لا يعلم أنه المهدي المنتظر بل العلماء من يعرفون أنه المهدي المنتظر فيصطفونه من بين البشر في وقته المقدر فيقولون له أنت المهدي المنتظر شرط أن ينكر ثم يزداد إصراراً أنه المهدي المنتظر فهل هذا يقبله عقل عاقل؟ كلا وربي الله أفلا تعلمون أن المهدي المنتظر خليفة الله فكيف يحق لكم أن تصطفوا خليفة الله من دونه فتعال إلى الرواية الحق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أفتاكم أن الله يبعث إليكم المهدي المنتظر ولستم أنتم من تبعثون المهدي المنتظر في قدره المقدور وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ببعث المهدي أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فهذا حديث يقبله العقل والمنطق ويوافق لناموس الخلافة في الكتاب أن الله هو من يصطفي خليفته فلا يحق لعباده أن يصطفوا خليفته من دونه فليسمهم من يقسمون رحمة ربك وقال الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك صدق الله العظيم فانظر لرد الله على المحتقرين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كونه كان راعي الأغنام وفقيرا فلا يملك المال فكيف يختارف الله فلماذا لم يختار رجلا من القريتين عظيما في نظرهم كالوليد بن المغيرة أو الثقفي صاحب الطائف فانظر لرد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك صدق الله العظيم وكذلك المهدي منتظر فكيف يحق لهم أن يختاره من بين البشر في قدره المقتور في الكتاب المصطور أهم يقسمون رحمة ربك صدق الله العظيم فما يدريهم أنه المهدي المنتظر خليفة الله فإذا كان لا يعلم هو أنه المهدي المنتظر فكيف يعلم الآخرون أنه هو المهدي ما لم يبعثه الله فيزيده بسطة في العلم عليهم فيجعله الله المهيمين عليهم بسلطان العلم ليجعل ذلك برهانا الصدق لدعوته تصديقا قول الله تعالى قل هات برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وإنما البرهان هو سلطان العلم من الرحمن تصديقا لقول الله تعالى قل هات برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم انتهى الاقتباس إلى الملتقى